أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتقبل الله أعمالنا وأعمالكم يقول تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر هي الأيام الأخر تنقضي وتحل بعدها علينا أيام شهر الله الفضيل فهل نستقبلها بأثقال ودين من صيام في أعناقنا أم نسارع إلى قضاء ما فات منها حتى نكمل العدة كما أوصان الباري عز وجل ابتغاء رضاه إذن أعزائي المشاهدين حلقة جديدة برنامج فق الحياة نتحدث خلالها إن شاء الله تعالى عن أحكام صوم القضاء مع ضيف سماحة الشيخ نجيب صالح ساكم الله بالخير وأعمالكم إن شاء الله أيام قليلة تفصيلنا عن شهر الله الفضيل شهر رمضان المبارك لا بد أن كثير من الناس في عنقهم في رقبتهم قضاء لصوم فاتهم من عام مضى أو غير ذلك نتحدث إن شاء الله في هذه الحلقة عن بعض أحكام قضاء الصوم بداية سماحة الشيخ بعض الناس يعني يظنون أن صوم القضاء هو مخير للمرء فهل هو واجب أم لا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آل الطائرين السلام عليكم جميعا وحمد الله كما ذكرتم أيام قليلة تفصيلنا عن شهر الله عن الشهر المبارك شهر المغفرة والتوبة نسأل الله أن يبلغنا هذا الشهر وإياكم وأن يعتق رقابنا من النار ويغفر ذنوبنا قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر هذه الآية سريحة في أن المعذور والذي لم يصن في شهر رمضان إذا كان مريضا أو مسافرا فعدة من أيام أخر يعني يجب عليه قضاؤها نعم ولكن هذه الآية مطلقة لها بيان وتوضيح وتقييد وتخصيص إن صح التعبير تقييد لأنه أيضا من أفطر عامدا متعمدا صحيح لكن في وجوب القضاء لا بد من عرض آراء المراجع في هذه المسألة هل الإنسان الذي فاته الصيام مثل المريض أو المريضة أو الحامل أو المرضى أو هؤلاء الذين لم يتمكنوا أو لم يصوموا في شهر الله تبارك وتعالى أو من تعمد ترك الصيام وهداه الله تعالى والآن تاب توبة ماذا يجب عليه وأراد أن يقضي مفاته يجب عليه أن يقضي هذه الأيام لكن الكلام في أنه يجب أن يقضيها خلال السنة يعني من هون قبل ما يجي شهر رمضان الآتي ولا هي بذمته هنا عند الفقاء بحث والنقاش في هذه المسألة فتوى الولي الفقير الإمام الخماني بقول الأحوات وجوبا أن الإنسان يقضي هذه الأيام قبل مجيء شهر رمضان الآتي فتوى لبعض المراجع عزم الله مثل السيد السيستاني بقول أحوات استحبابا هو الأحوات الأولى القضاء قبل أن يأتي شهر رمضان الآتي هم متفقون على القضاء لكن مدة القضاء يجب أن تكون خلال هذه السنة قبل أن يأتي الشهر الآتي على نحو الفتوى أو الاحتياط الوجوبة أو الاحتياط استحبابة أنا نقلت رأيين ولعل بعضهم يفتي بوجوب ذلك ولكن رأيي الإمام الولي الفقيه هو الأحوات وجوبا أحوات وجوبا القضاء خلال هذه الفترة يجب ولكنه الأحوات وجوبا أن يكون خلال هذه الفترة أحسنتم خلال هذه السنة فتوى أخرى لا أقول الأولى أن يقضيهم خلال هذه السنة لكن من لم يقضهم خلال هذه السنة يعني ضمن 11 شهر من هون لا يجي الشهر الآتي عند جميع الفقهاء والمراجع يجب عليه أن يكثر مرة سمحت شيخ يعني أحدهم يؤخر ذلك القضاء اضطراراً والبعض لا يؤخره عمداً الفارق بينهما في موضوع تارة يكون الإنسان قادر على أن يقضي بناء على الاحتياط الوجوبي والذي طبعاً هنا لا تختص المسألة بالصوم وهذا عمنام المخرج هلأ للناس كما سيأتينا إن شاء الله بكثير من الفتاوى والمفطرات بعضها أنه احتياط الوجوبي أنه مفطر لنفترض ماذا يعني هذا المصطلح بعض الناس يعرفون بعض الناس مش مطلعين شو يعني الاحتياط الوجوبي يعني لا يوجد فتوى صريحة للفقيه بأنه يجب عليك أن تقضي أنت خلال هذه السنة يعني سواء كنت معذوراً أم لم تكن معذوراً بإفطارك يعني المعذور مثل المريض ولكن شفاه الله سبحانه وتعالى بعد شهر رمضان أو بعد شهرين من شهر رمضان ومعه مجاله وراح عليه شيء خمسة عشر يوم أو أفرض الشهر كله الاحتياط الوجوبي يعني أن الفقيه الذي لم يفتي صراحة بهذه المسألة إما تعمل برأيه أو ترجع بهذا الاحتياط لفقيه الأعلى من بعده كما هو معروف في الفتاوى عند الفقهاء نعم ففي هذه المسألة يوجد مخرج الإنسان الذي لا يريد أن يقضي خلال هذه السنة مش إنه ما علي قضاء نهائياً كيف يعمل؟ يستطيع الرجوع إلى الأعلى من بعد القائد الذي يقول أحوة الأولى القضاء لكن القضاء باقم في الذمة لكن يبقى وقته موسع القضاء هل وقته مضيق خلال السنة كما قلت قبل خليل الاحتياط الوجوبي عند الولي الفقيه دام ظله وأن يقضي خلال هذه السنة لكن فينا نرجع بهذا احتياط لمن من المراجع الذين هم أهل وأن يقولوا فيك تقضي أنت أمتى ما بدك مش ضروري خلال هذه السنة ولكن من لم يقضي خلال هذه السنة يجب عليه دفع الكفار ساعة إذنية رح نحكي إن شاء الله فيها لكن من كان معذور أو لم يكن معذوراً في إفطاره يجب عليه أن يقضي على أحوة وجوباً طبعاً سمحت شيخ ما رأيكم نشاهد هذا التقرير سوياً ثم نعود فنتابع في ناس تضطر تفطر بشهر رمضان لعزر معين مرض أو ليس على المريض يحرجهم بالنهاية بده يضطر يعيده بنهار تاني اللي بضطر يفطر بشهر رمضان أكيد بالدرجة الأولى لا يكلف الله نفساً إلا وسعها فإذا الإنسان ما بيقدر يصوم بشهر رمضان بالفترة الحالية ممكن نقضيها في السنة القادمة أو بالسنة الحالية أو بأي فترة لاحقة إذا إجا شهر رمضان بدوني المرمضان الجاية بدوني يدفع كفارة وجاية عدوهم أول شيء الله سبحانه وتعالى فرض علينا الصيام كما فرضه على الذين من قبلنا وهو واجب علينا يلي بيكون مريض فمن كان منكم مريضاً أو على سفرين فعداته من أيام أخر بهيذ المجال الله سهل للإنسان أنه قضاء يعني يفطر ويقضي الصيام فيما بعد واجب على الطر يفطر بشهر رمضان يدفع كفارة بخصوص شهر رمضان إذا ما قدر يصوم وعنده أيام تاني بعد شهر رمضان بيقدر يقضيها مهلة قضاء الصيام هي من شهر رمضان يلي فات لشهر رمضان الجاي أما في حال ما تم قضاء هذا اليوم فكفارته أطعام مسكين واحد أما في حال تم قضاء الصيام فلا كفارة سامحة شيخ بعد ما شاهدنا عدد الاستصراحات حول قضاء الصيام كيف تكون نية صوم القضاء هل هي مثل الصوم العادي نية الصوم العادي أم لا طبعا القضاء لا بد هو من الواجبات على الإنسان سواء يقضيه نقولنا على الاهتياط بهذه السنة أو فيما بعد بده نية القضاء لا بد أن ينويه نية ما في ذمته من صوم سواء فاته هذا الصوم لعذر أم لغير عذر هلأ موضوع الجامع مع الفدية والكفارة نحكي فيه نعم بعض الناس يسقط عنهم حتى القضاء بعض الناس عليهم القضاء فقط بعض الناس عليهم الفدية فقط يعني كما قلت يسقط عنه من قضاء قبل قليل ولكن النية هي كون عبادة والنية الإنسان يتوجه مثلهم في السائر العبادات إلى الله سبحانه وتعالى أنه اللي عمله هو عما في ذمتي ليقرئ الذمة من الصوم طيب عادة يسأل سائل سماحة الشيخ من أخر قضاء الصوم عمدا يعني ماذا يتوجب عليه يعني في القضاء في غلال السنة كان يستطيع أن يصوم في غلال العام ولم يصوم لم يقضي ما فات فماذا يتوجب عليه هذا ما قلته قبل قليل وهو أن الإنسان بناء على أنه حتى من قال بالأحوات الأولى أنه يصوم على رأي مثلا سيد سيستانع بالله أنه يصوم خلال السنة هذا عليه فدية أيضا فدية التأخير وكفر التأخير وهي مد شرع كذلك عند من باب أولى على من قال الأحوات الوجوبة أن يقضي خلال السنة أيضا فيما لو لم يقضي ولم يستمر عذره لأنه هلأ تجيلك واحد كان مسافر وبقى مسافر واحد كان مريض وبقى مريض واحد كان عذره مستمر واحد لم يستمر عذره إذا لا ما عنده عذر كما وارد في بعض الفتاوى في هذا الموضوع كما قال يعني لو كان تأخيرهم قضاء صوم شهر رمضان إلى رمضان آخر لاستمرار العذر المانع من الصوم كفهم قضاء ما فاتوا من الصوم لكن لم يجب مع الفدية إلا إذا كان هو غير يعني فيه استهتار وتهون واستخفاف ولم يقضي خلال السنة على رأي من قال أحوات وجوبا بيصير بده يدفع كفارة التأخير هذا الصوم حتى من قاله بالأحوات الأولى بده يدفع كفارة التأخير الصوم بمتشارعه معنا اتصال من الأخت أمال تفضلي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يعطيكم ألف مليون عافية كل عام وأنتم بخير الله عافيكم وأنتم بخير السلام عليكم مولانا وعليكم السلام مولانا الله يبارك فيك في عندي سؤال واحد دائما هم حريرني أنه أنا عندي ثبت يام قضاء ما قضيتهم إليش سنة لظروف أني مرت بظروف وفات ماما وخي وراء بعض بدي أعرف شو أنا ما قضيتهم بالمرأ وما أقدر أقضيهم دار شو الحكم هوني بالنسبة لهذا الموضوع ويأتيكم ألف عافية السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أمام هذا السؤال سمحت الشيخ يعني هل هذا يعتد من أو يعد من الأعذار المعتد بها في عدم قضاء الصوم ماذا يتوجب عليه على الأخت الكريمة أن تدفع فدية التأخير وكفارة التأخير في مثل هذه الحالة كان عليها أن تقضي خلال السنة ولو بنعه والاحتياط كما ذكرت قبل قليل ولكن أقول لها أنه سبعة أيام يعني ما يعادل السبعة ألاف ليرة تدفع إطعام لمسكين هل نحكي كيف تدفع الكفارة والفدية وكيف تصرف هل ممكن نحن نعطيهم طعام أو نعزمه على الطعام للفقير أو مثلا نعطيه المال ونوكله هنا إذا أطمأننا بأنه يصرفه في الطعام هذا المسأل لكن على الأخت هنا كفارة تأخير السبعة أيام ما يعادل تقريبا سبع رطاط خبز أيضا يأتي السؤال هون سمحت الشيخ لو أخرت أيضا لعام آخر يعني هل يكون هناك زيادة في الفدية والكفارة أم لا هذه مسألة مهمة يعني هل تتضاعف الفدية هل يعني وفي عليها زيادة أم تتضاعف أفرض أفرض الآن يعني سواء في الصيام أنه واحد راح عليه يوم بيوم بروح هذا اليوم إلا إذا كان طبعا إفطار عمدي ساعة كفارات مخير بين إطعام ستين وصيام ستين ولكن في مثل هذه الحالة الكفارة لا تتضاعف تبقى الفدية فدية يعني حتى لو أنه الإنسان لم يدفع خلال هذه السنة ويأتينا كلام هنا أنه هل يجب الدفع الفوري أو مثلا هل يجب دافعها قبل قضاء الصوم أو الصوم يقضى أبل أو هي أبل ما في تراتبية بين القضاء والفدية يعني في الواحد مدام متمكنا ومستطيعا استقرت هذه الفدية في الذمة صارت بذمة الإنسان كلما كان مستطيعا وبرأ الذمة بيكون أفضل وأحسن وأحوط للدين ولكن هنا لا تتضاعف جوابا على السؤال تبقى سبع تلاف كما لو مثلنا بمثل أمال السبع تلاف بظلة سبع تلاف لو ظلت خمس سنين يعني ما يعادل سبع تلاف في مد شرعي نحن نقدرنا هنا تقريبا بكل أحوال نعم سمحت الشيخ بكل أحوال إن شاء الله رح يكون في عنا حلقة مستقلة عن موضوع الكفرات والفدية عن موضوع الصوم خلال شهر رمضان المبارك معي اتصال من الأخ قاسم تفضل ألو نعم تفضل السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله الحج أسمعون الضاحي أهلا وسهلا بالحج قاسم تفضل أريد أن أتواصل مع الشيخ تفضل في عندي أنا كنت بالدرك نعم وخدمتي يعني تقريبا 34 سنة نعم بس أنا كنت صوم بالأساس يعني كنت عنده هلا كنت نصوم في عندي تقريبا 20 سنة كنت نطلع فيه مهمات يعني نروح محليات وكذا ما في نصوم لأهلا أنا أفتقاه عرض أنا أفتقاه عرض هلا وما هلا يعني عم صوم يعني شو في عندي صيانة عم صوم وصوم شو وضعه هلا العشرين سنة يعني فيهن عشرين شهر رمضان مبارك بالكمال والتمام والكمال ما كنت تقريبا يعني تقريبا فيه أشياء كنا نصوم مثلا فيه مثلا كون فيه وضع مرتاح مثلا وضعنا 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 مهمات مثلا جرود وكذا ولهن ما كان فيه عندنا مجال نصوم يعني نعم نعم فيه تعب فيه كذا فيه صحر ليالي طيب ما هذه هي لصلا شكرا شكرا لأتصالك حج شكرا 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 بهالحالي سماحت الشيخ يعني من كان أهلا هو بيعتبر حاله بهالحالي معذور أنه كونه فيه تعب ومشقة وسفر هون كيف يستطيع أن يقضي ما فاته من صوم الموضوع الموضوع يعني في عنا فيه شيء اسمه كفارة كبيرة وكفارة صغيرة كفارة اللي هي أول شيء بقول للأخ ولكل الإخوة والأخوات القضاء لابد يوم بيوم ولكن من فاته القضاء مثلا الصوم لمرض أو لسفر هذا مش متعمد معذور بإفطاره أو الحامل أو المرضع أو هؤلاء اللي هني طبعا سيأتي التفصيل فيهم لكن مثل هذه الحالة بده يقضي اليوم بيومه بيبقى من لم يكن معذورا بإفطاره الأخ الحاج الله يوزه له الخير عم بيقول شو عنده عشرين شهر ضرب ثلاثين يعني ستمائة يوم صح ستمائة يوم بالذنب يا حاج هذي بدك تقضيهن بيبقى بينك وبين رب العالمين هل كان الصوم كنت قادر على أن تصوم ولم تصوم كنت كونك كنت تسافر وتسافر وعملك وكذا في رأي أنه هون ولم تكن يعني قد صنت ففي عندك مش كفارة اللي هي ربطة الخبز هذي عندك كفارة إطعام ستين مسكين عن كل يوم صح يعني بتصير القصة أنا بديش كبر علي الحجر للحاج هو بيعرف حاله بينه بين رب العالمين لو كان هو يروح بمهمة لكن هالمهمة مرة بتكون شاقة بحيث لا يحتمل هذا الوضع ما قدرت تحمل الصوم بيصير معظوره بيقضي يوم بيوم وبيدفع كفارة التأخير مرة لا يعني رايح بمهمة بس كان فيها أطلع وصوم كمان يمكن تكون هالمهمة كنا لازم نسأله يمكن عن موضوع السفر لو كان فيها سفر ممكن يكون عصلا يعني معظور في سفر هذا الموضوع يحتاج إلى نوع من التفصيل لأنه إذا ذهب في مهمة والسفر مقدم لعمله بناء على هذا الرأي أكون واجب عليها أن يصوم وبعض الفقائي يجبون عليها الصوم ولكن إن شاء الله أنا بتواصل بيتمنى أنه يحطيني تفاصيل تحت الواء أكتر ولكن في مثل هذه الحالة حتى يستمع من من الأخوة الأخوات على الجواب أنه إذا كان قادرا على أن يصوم وبدو يصوم كان ولكن إذا أفطر بصير مشكلة مش كفارة صغيرة كفارة كبيرة أيضا معي اتصال الأخوة سوزان فضالة سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله بس بدي أسأل مولانا عندي ولدتي عندها مشاكل بالقلب ومشاكل بالمعدة فما بتقدر تصوم والكفارة يعني كمان ما بتقدر تدفعه شو فينا نعمل بهك يعني شكرا لأتصالك شفاه الله أيضا أبو جواد تفضل السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله في مسألة بتعبين فيها شوي أنا نعم كنت أنا في ألمانيا كان عمري تقريبا شو 18 سنة هنا وقت السيام تعرف أنت كان السيام طويل كتير الساعة عشر ونوص سنة أفطر وبعده هلأ طويل بألمان أفطر أربعة أيام خمسة أيام أنا أعرف أن الأفطار حرام ما بيجول أفطرتهم عمدا متعمد يعني أنه عن جوع أفطرتهم أنه جوعان كنت أضيتهم ولا بعد أنا عبودي صري زمان بسوم رجب وشعبين وبسوم هيك نيت أنه أضب إذا علي أضب أضب أعمى في الذنة نعم طيب السلام عليكم شكرا لألك عليكم السلام ورحمة الله طيب سمحت شيخ بالنسبة للسؤال للأخت سوزان غير قادرة غير قادرة على الصيام بسبب مرض لديها وحتى كمان غير قادرة على دفع الكفارة هذه المسألة من لم يكن قادرا على القضاء ولا على الصيام مهشهر رمضان لا أدري يصوم حالته مرضية ولا أدري يقضي مريض لمرض عليه الكفارة والفدية لكن الأخت الكريمة إلى جانب بتقول غير قادرة على هي غير قادرة على دفع الفدية غير قادرة على الصوم وغير قادرة على دفع الفدية إذا كانت قادرة على دفع الفدية تتصدق بأي شيء على الفقراء بأي شيء بنية بدل الكفارة ولو بكف من طحين أو قمح إذا كانت حتى هذا المقدار مش أدري عليه يجب أن تستغفر للمؤمنين ولو استطاع لو أدرت بعدين لو أصبحت مقتدرة بعد ذلك بعض فترة على حسب ما رأيت بفتوى القائد حفظ الله تعالى يعني بيقول إذا كانت قادرة فيما بعد تحتاط بدفع هذه الفدية أيضا اتصال آخر الأخ أحمد تفضل عليكم السلام ورحمة الله أتسأل مولينا الشيخ سؤال نعم تفضل أنا علي ثلاثة أيام الصيام عمدا نعم بإطعم فقير ولا مصاري ولا كيف ثلاثة أيام عم تقول عمدا افطار عمدي طيب تابعنا أخ أحمد تعرف الإجابة إن شاء الله شكرا لإتصالك كان الأخ أبو جواد عم يسأل عن من يصوم في منطقة النهار فيها طويل وفيه مشقة في الصوم لسبب الجوع والعطش والضمأ هل هو معذور في إفطاره؟ لا هو بقول جاع مين مننا ما بيجوع بس يصوم الصيام هو جوع وعطش ايه هو جوع وعطش واذكروا بجوعكم وعطشكم فيه جوعكم هو عارف الأخ الكريم إنه هو لكن لن يصوم يتحمل شوية ولكن عم بيقضي بقول أنا سلط قاضي وعم تصوم بصوم شعبان بنية عمه في الذم جيد هلأ بما أنه إذا كنت قد قضيته افراد فيتوك السن الماضي وهلأ قضيته وبعد ما يجي الشهر رمضان ما عليك فيدي التأخير لكن إذا من زمان من زمان علي الكضاء وأضاهنه وخلص ما عاش في بريد ذمته بريئة الذمة لكن علي الكفارة ما يعادل تقريبا ربطة الخبز عن اليوم أربعة أيام أربعة ربطة للتوضيح فقط سمحت شيخون يعتبر إفطار عمدي صحيح؟ يعني في مثل هذا الحال لو كان نهار طويل وحسبه بس إنه جاع جاع أرصت الجوع يعني نفس إنه يجوع الإنسان غير مبرر له أن يفطر لكن إنه بتوصل لحال ممكن ليس فقط جاع ودوخة وفركة معدة يمكن تنقضى بنومي بنوم له ساعة ساعتين بيمشي الحال لكن إذا كان هو بيعرف إنه كان لازم يصومه بسبب الجوع أفطر عمدا جواب الأخ الكريم التالي موضوع الإفطار العمدي على ثلاثة أيام الإفطار عمدي شو كفارتهن؟ شو كفارتهن؟ هو بدي يقضيهن الأخ وهو مخير في الكفارة بين إما أن يصوم ستين يوم أو يطعم ستين مسكين بالإضافة للقضاء هذه المسألة هون القضاء بدي يصوم يوم بيوم القضاء واللي نحن بمحور حديثنا عن قضاء الصوم يجب عليه أن يقضي هذه الأيام الثلاثة الأخ الكريم والأخ اللي قبله الستة أو الخمسة أيام بده يقضيهن وكل من فاته لعذر أو لغير عذر إذا شو فيه من عذر من مرضه قبل الشهر بده يقضيه ولكن الأخ بقول له عليك طبعا إطعام أسهل أسهل يعني إذا ميسر معه إطعام ستين مسكين تقريبا ما يعادل تنصرف في شيء بيصرفه 35 ألف كل يوم في شيء بـ 30 ألف المسألة خاضعة لما يؤكل ما يأكله الناس وما يتعارف أكله الناس أقل القيم أقل القيم هلأ بتنصرف 30 ألف تقريبا إذا مش أقل شوي لكن من باب التسهيل عليهم وفي مثل هذه الحالة يراجعوا عالم ومكتب شرعي ليبرعوا الذنب في موضوع الكفرات والفيديو وردنا سؤال تحت الهواء سمحت الشيخ عن شخص بيصير عنده سوء خلق أثناء الصوم ينصحوا من حوله اللي بدي يؤمنه الظاهر أثناء صومه فقط يصير عنده سوء أخلاق ينصحوا بعدم الصوم ما رأيكم؟ لا ينبغي أن ينصحوه ليس بمعصية الله ينصحوه بأن يحسن أخلاقه أو بأنه يروح يعملوا شيء ينام نعم لا في بعض الناس أنتم بماذا تنصحونه؟ أنه يصير عنده لما يصوم يصير عنده صح لا هذه المسألة تخضع لعملية تربوية عملية جهاد نفس هون الموضوع الإيماني وموضوع هل الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ هل الصوم ينهى عن الفحشاء والمنكر؟ هل هذه العبادة التي يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى عم تربيه نفسياً؟ إذا هو عم يصوم ويصير عنده سوء أخلاقه وبيكسره وبيضرب مرطه وولاده لأنه صايم ربح ربه جميله وأنه والله صايم ساءت أخلاقه لا ينبغي أن هنا تربى هذه النفس وتزكى هذه النفس ويوجاهد نفسه هنا الجهاد الأكبر عليه أن يحسن أخلاقه ولا سيأتينا بالخطبة المباركة الشريفة كان له جوازاً على الصراط من حسن منكم في هذا الشهر خلقه وكان له جواز على الصراط يوم تزل في الأقدام من حسن خلقه تحسين الخلق طبعاً هي مسألة هلأ نحن الله تنعد عليكم جاء أيام وإيام شوية شاب وطويلة والله بعين سبحانه وتعالى هلأ فيش حدا مننا إلا ممكن ينرفس بس عطول معصب عطول زعلان عطول يعني لأنه صايم لا بصراحة بصراحة إذا بدأ توصل للأذية الكبيرة لا أنا بقول له ربي نفسك وزكي نفسك وعلم نفسك وإذا مش ماشي الحال يروح يسافر يسافر شو بدي أقول له يعني يعني هذا بس فوت عليه ثواب وأجر الصائب وبدو يعزل حاله على الناس شوية يعني واحد أنفاسكم فيه تسبيح نومكم فيه عبادة عملك دعائكم فيه مستجاب هذا الصائب نومكم فيه عبادة الصائب في مثل هذه الحالة فعلاً مثلاً لو سافر يوم طبعاً هذا اقتراح يعني اقتراح ما بشجع عليه ولكنه جائز شهر عام جائز فيه سافر وإن كان مكروه قبل مضي 13 يوم من شهر رمضان فيه الواحد حتى تعمله شيء مخرج شرعي ونسهله المسألة يعني فيه فيه بس يقضيهم واجب بس هو يمكن ما بعرف إذا أخلاقه بالأيام الطويلة أو بالأيام الأصيري بأيام شهر رمضان والظاهر يبدو على إطلاقه الكلام في كل أيام السنة وأفضله العزلي أثناء الصوم تسوق أخلافه طيب من لا يعلم قدر ما فاته من الصوم سمحت شيخ كيف يقضيه؟ وهي بتصير يعني كتير بقولك علي شهرين شهر شهر ونص بس تقول شهرين شهر يعني شهر أكيد بس تقول شهرين في منهم ما بيعرف إذا كان بتقول مثلاً خمسة أيام ولا عشرة خمسة ولا عشرة طيب خمسة متفقين عليهم نعم الخمسة الزيدين مختلف فيهم يعني الخمسة أكيد نسموها العلماء قدر متيقن هذا يقين الخمسة علي بس شاكك في خمسة زيادة اللي يصيروا عشرة؟ أو لا الخمسة بدوا يقضيهم وين الخمسة الباقيين؟ بدوا يقضيهم الخمسة الثانية مستحب يقضيهم مش واجب يقضيهم لأنه في شك أن الذنة مشغولة بخمسة زيادة بحيث يصيروا إذا نضمن لبعض يصيروا عشرة؟ طيب سؤالك الثاني مرة مش عارف يعني لا يدور الأمر بين الأقل والأكتر يعني مش عارف خمسة أو عشرة ما نعارف قديش رائح كمان أكتر عم بقول يمكن خمسة ويمكن عشرة ويمكن عشرين ويمكن ثلاثين كيف يقضي يعمل هذا؟ يصوم يصوم للطمن يشعر بالطمأنينة أنه خلص برئة الذن إذا لم يصل إلى حالة أن يطمأن أو وصل إلى حالة اليقين بأنه علي خمسة أو عشرة والشاكك بالزيد بعده هو ضايع ما عارف قديش يصوم لا يطمن قديش عليه بظل يصوم لا يطمن قديش عليه أنه يبرق ذنبته من باب الاحتياط نعم اتصال آخر حاجة أم عبد تفضلي السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله بس لو سمحت بدي أسأل خذية الشيخ سؤال تحية معكم تفضلي مولانا أني ولدت قبل شهر رمضان نعم في شهر رمضان خفت على أبني من شان الرضاعة ما قدرت تصمت هم هلأ واجب علي أني كفر وأقضي صحيح؟ بدمتك بديك كل ضيون نعم أقضيت وكفرت لأنه هم يقولون إذا خايفاني على الولد لان يروح الحليب بدي كفر كمان أنا كفرتهم مرة بس ما عضيتهم ضغري مرأ عليهم سنسان بدي كفرهم ثاني مرة لأني ما عضيتهم ضغري سنسان ضغري سؤال حلو شكراً لأتصالك تابعينا حاجة معابد للاستماع للإجابة أيضاً الأخ ماجد خضل السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله بس مثلاً نقل لكم إياه بالنسبة لشهر رمضان منزل الجوع والعطش باسم من أسماء الله إسمه الصمد نكرره هذا الاسم بيغني عن الجوع والعطش برك الله فيك هذا يعني مجرد الصمد والصمد لو عشر مرات لو مئة مرة لا بيعطش يحس لا بيجوع لا بيعطش حتى وإيجا الإفطار لا بيحس لا بيجوع ونعم بالله شكراً لأتصالك حاجة ماجد شكراً جميل سمعت الشيخ إذا أفطرت خوفاً على جفاف لبنيها للطفل بعده مولود حديثاً هي عم تقول كفرت وقضت لكن مر عليها سنتين هون في عليها كفار التأخير أيضاً هون أحسنتم من أفطرت من أخواتنا لأفطروا إما خوفاً على جنينها أو خوفاً على جفاف الحليب تحتمل أنه بعش عندها لبن أو حليب ليرتضع الولد هون بجزلة تفطر طبعاً إذا كان هناك منشع وقلع سيأتي تفصيله إن شاء الله بالمفطرات أمان حدث عنها بجزلة تفطر ولكن عليها الفدية لأنها أفطرت خوفاً على طفلها ولدها إذا قدم ولدي أو جنينة إذا بعدها عامل طيب هي لازم كانت تقضيهم راحت أفطرت لها شهر ثلاثين يوم أو عشرين يوم أو عشرين يوم اللي هني أفطرتهم وليها الفدية بس كمان كانت لازم تقضيهم ما أضطهم خلال السنة أو ما يعني أضطهم بدت تدفع الفدية كمان هون بصيروا فديتين فدية عن الولد وفدية عن التأخير جواباً على السؤال يعني بصيروا تقريباً شيء ألفين تقريباً نعم يعني أضطين خبز أيضاً اتصال آخر أخت كاملة تفضل تفضل ليه عفواً السلام عليكم مولانا عليكم السلام ورحمة الله مولانا عم تحكي أنت بالنسبة لصيين نعم أنا الحمد لله فيه ما فيه علي والحمد لله بصم بشعبين وبصم برجاء يعني قربة إلى الله الله يتقبر مارك الله فيك بس بدي أسألك مولانا أنا كنت فلاحة بالجنوب وكن مثلا مكسر علي صلاة وهلأ صر تقريباً خليني بالأقل شيء أربعة عشر سنة عم صلت أقضاء نعم يعني مثلاً أنه قدس بعد فيه بيكون علي وأني عمر من ستة وفتين سنة أنت مش عارفة أدافي عليك قضاء صلاة لا وعفواً أول ما بلشت يعني أول ما تكلفت كان في عليك صلاة أمي علمتنا الصلاة أنا عمرني خمس سنين ووقت كبرت بسن التكل يعني صار علي التكلف كمان علمتنا من بدي قلت نعم أنه مثلاً بتقلد فلان الفلانة بالنسبة لأحكام الشرعية طيب أنا كنتش متعلمة نعم أتعلمت على كبر شوية بالنسبة للصلاة نعم بالنسبة للصلاة كنت صلي موليني بس كنت يعني مثلاً مرة تتغيب الشامس أنا وبالحقلة تشهر الشامس أنا وبالحقلة مش عادي أني قدس مقصر علي طيب شكراً لأتصالك حجي إن شاء الله منجاوبك على السؤال طيب سمحت الشيخ بالنسبة للأخ أبو جواد المتصل قبل عم يقول أنه ما سمع الجواب كون صار في الظرف ما أريد يسمع الجواب قبل كان عم يقول كان بألمانيا مسافر موضوع طول النهار يعني كنا عم نتعلم الجوع والعطش إذا منعدله الإيجابي بس أعيد له مش مشكلة الأخ الكريم قلت أنا إنه مش مجرد ما يحس الواحد بالجوع والعطش إنه مباح ومبرر له أن يفطر يعني مش مجرد فركة مع التوجاع أو نهار طويل إنه خلص لازم يفطر يعني ما لم يصل إلى حاله من الضرر ومن الحرج ومن المرض فليس له مبرر الإفطار بناءًا علي قلت بالجواب وبعيد إنه عليك أن تدفع كفارة كبيرة عن كل يوم وهي إطعام ستين مسكين أو سيام ستين يوم إطعام ستين مسكين عم السهلة عليكم اللي هي أسهل تقريبا ما يعادل شيخ خمسة واربين ألف بناء على صرفها بخمسة واربين ألف أو أقل بينجي الحال تقضي ستة يام تدفع كفارة كبيرة عن كل يوم لأنه حسيت منك أنه كنت قادر تقطعهم بالصيام بس أنه لأنك جعت قمت أفطرت هذه المسألة بده يرجع يدفع كفارة كبيرة عليهم على كل يوم بالنسبة للحجة اللي اتصلت قبل قليل أيضا عم تحكي عن موضوع الصلاة قضاء الصلاة الحجة الكريمة الحمد لله ما عليها ولكن بالصلاة مش عارفة أداة بالضبط عليها من أول التكليف حتى الآن كانت قطش لو يبدو بالصلاة القاعدة التي كنت ذكرتها قبل قليل وهي موضوع بلا ما نحكي بالفصحة نحكي نحكي بالبلد بقولها للحجة الكريمة أنه هي هلأ عمرها طول عمرها إن شاء الله بالخير والإيمان والتقطع ستة وستين سنة كما قالت يعني لازم يكون إلى سبعة وخمسين سنة عم تصلي ستة وستين هلأ لازم يكون إلى سبعة وخمسين سنة عم تصلي لأنه وزيادة شوي كمان حسبنا على الميلادة إلى أربعة عشر عم تقضي طيب هول أربعة عشر وقديش مصلي تزيد عليهم قديش سرة بتصلي لنفترض سرة عشرين صاروا أربعة وثلاثين صار أربعة وثلاثين بعد في عندك تلاتة وعشرين سنة يعني حتى يصيروا سبعة وخمسين يعني هي تعمل عملية حسابي إذا أمكن أن تصل إلى هذا الموضوع واليقين في هذا الموضوع تقضي ما تتيقنه تحسب بتنقص من ستة وستين تسع سنين بظلوا سبعة وخمسين يعني سبعة وخمسين إلى أربعة عم تقضي بظلوا لهن إذا كان ما وصلت الحجي نهائيا بعدني مثل ما قلت قبل شوي بالصوم نفس القاعدة بقولها بالصلاة يعني تقضي تقضي بالصلاة لا تتطمن إنه معاش فيه بذمتها نعم إنه يا رب خلص أضغط 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 بس بيعرف فيه شغل بدي نبهة الأسيام لحال والصلاة لحال لا بديقول مرة واحد مرة واحد لا هو كان ما يصوم وما يصلي أليه شيء كتير مرة لا شوي تقطيشات مش هدا بنقوله روح صلي لك خمسة سنين لا حسب هو بيقدر هاي مسألة الشيخ ما بيعرف يقدرها بالمعنى إنه هو هو بيعرف قدراته والصلاة بس نحنا فينا نقوله التكلف الشرع قديش أي سنة وكم سنة إليك قدر هون بس للملاحظة سامح الشيخ إنه ارتباط في بين الصلاة والصوم يعني صيام كان مقبول أم لا لا ما لهش علاقة يمكن واحد يكون عم بصوم ما بصلي في ناس هلا بشهر رمضان كريم بعض الناس بصوم ما بصلي يتوجب عليهم قضاء الصلاة يجب قضاء الصلاة على المذهب الجعفري يقينا يجب قضاء الصلاة ينقاش في بعض المذهب الإسلامية لكن المذهب الجعفري يقينا في قضاء الصلاة والصيام أيضا لكن لو كان صوم بلا صلاة ما بيقضي الصوم ما بيتفع كفر الصوم بس بدي يقضي الصلاة معي أيضا أخوة زينب تفضلي أنا السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله حكيت معكم قبل فترة بس ما فهمت شي لأني كنت بوطيت تفضلي على الآخر تفضلي جاء عيد السؤال إذا بدك عيد السؤال أنا سألته للشريخ قبل بمرة إني أنا كنت ما صوم كمان بدي أسألك حاجة زينب من بداية التكليفك ألي كثور كثير بقى إلي هلأ أحد عشر شهر إلي صايمة بقى شو الكفارة وقلت له وقته قال لي عمد قال لي ما كانوا يتوموا ولا يصلوا زمان وإني أنا عايشة برا بإيطاليا نعم نعم كمان بدي أسألك حاجة زينب من بداية التكليفك نعم 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 كنا حتى بخمتة عشرين وثلاثين سنة ما كنا نعم شي ثلاثين سنة طيب تابعينا حاجة زينب تابعينا حاجة زينب وضح السؤال نعم نعم قداش عمرك عزيادة وإن كان مش لاجم أسألك عن عمرك سؤال عن العمر قداش العمر هلأ العمر كله مينة وخمسين مينة وخمسين طيب شكرا لأتصالك حاجة زينب إن شاء الله ما تسمعي الإجابة من سمحت الشيخ سمحت الشيخ في هذه الحالة يعني شبيه نوعا ما بالسؤال لأبد السؤال الحاجة شو من جاوبها للأخذ زينب يعني بده يكون إلى 49 سنة تقريبا يعني ما يعادل تقريبا وبده يكون إلى 49 سنة بعتبار من 9 سنوات تكليف نعم بناء على التكليف من 9 سنة بدي يكون إلى 49 شهر عم تصوم السؤال هون سمحت الشيخ هل هذا يعتبر كمان إفطار عمدي هذا الشيء الجديد اللي قالت نعم تقول أنه قبل ما كانوا يصلوا ويصوموا كما يجب ما كان فيهاك أجواء سبحان الله على الصلاة فش كفارة دفع مصاري وأطعام فقراء بس يقضيها ويستغفر رب العالمين بس الصوم بيجي هون سؤال أهلنا ما قالوا لناش ما بعتقد أنه كان حدا من المسلمين وللآن أنه بيجهل أنه صوم واجب على كل مسلم مكلب مستطيع ما لم يكن مريض مريض واسم وسافر وغير وإلى آخرين بيهل الاستثناءات هذه هذا نفس أنه أهلنا ما قالوا لناش هل هو الإنسان ما عذور أنه ما يصوم أو ما يقضي أو ما يدفع كفارة بده يصوم جهله مسؤول عنه الإنسان هون أنا عم توضح الحج عفوا سمع الشيخ أنه مكسور عليها عشرين سنة حسبتهم هي عشرين بثلاثين ستمائة يوم ستمائة يوم ستمائة يوم سيام بس في قضاء كمان قضاء الأيام بيرجع عندك ستمائة كفارة كبيرة بناء على أنه إفطار عمدي إذا كان الإنسان أهله ما قالوا له بس هو كان يأكل ويشرب ما أهله ما قالوا له يمكن ما بعدني عم بحكي هذا الموضوع هل أنه أهله ما قالوا له طب ما يكون يعرف أنه بالإسلام في صوم واجب ولو الأهل كانوا مستخفين أو مستهترين ستمائة يوم السيام زائد ستمائة كفارة كبيرة ستمائة كفارة كبيرة تضرب ستمائة بستين مسكين نعم اللي هي تقليل من خمسة واربعين ألف أو ثلاثين ألف لتلات ستمائة مسكين لتلات ستمائة مسكين زيدها لهان ستين مسكين هذه تلات أحسبهم أربعة تلاف وعشرين في مثل هذه الحالة ميسرة نصيحة أخوية للأخت الكريمة برق دمتك وطعمها العدد من المساكين طيب مش ميسرة دفع واحدة أصطيهم نعم اليوم الذي كنت فيه مثلا غير قادر على الصوم بيصير عندك بس الكفارة الصغيرة مش الكفارة الكبيرة الستين بهذا الشيخ طيب سمحت الشيخ يعني انتهى الوقت ودهمنا بشكل سريع كان بعد عنا مجموعة مسائل كل أحوال أشكركم جزيل الشكر أيضا الشكر للسادة المشاهدين على حسن المتابعة أقول في الختام تقبل الله أعمالنا وأعمالكم وأعاننا على صيام شهر رمضان المبارك وقضاء مفاتنا أيضا من أيام أذكر ختاما بالبريد الكتروني لبرنامج فيسبوك.com السلام عليكم ورحمة الله وبركاته